رح نبدأ الفرصة الثالث السيراميك هي مواد غير عضوية ذات درجات حرارية عالية وذات هاردنس عالي مثل اللي قلي الطين الكالوين هو واحد من انواع الطين ونستخدمه لصناعة الفخاريات وصناعة المواد الكهربائية والعوازن الحرارية وكهو موجود في الطبيعة على شكل اوكسايدز مثل الالومينا السيليكا الزرغونية والتيتانيو يقول هنانا اكو عدة انواع من السيراميكيات مثل single crystal, polycrystalline, organic classes and class ceramics وهي تكون high pretzel طبعا بس بدرجات الحرارية العالية ما تعد السيراميكيات ذاتها المايكرو سيراميك لازم نفهمها حتى نعرف الميكانيكال بروبرتيز فالكريستال سمالت السيراميك نسميه احنا بالغرينز وهذه نقدر نلاحظها بالالكترون مايكروسكوب بس افتر اتشين يعني افتر بعض عمليات القشط الكيميائي الاكس راي دفركشن هي تقنية تستخدم لغرض معرفة الستركشور والغرينز سايز واكو تقنية اخرى اكثر منها تقدما هي الاس اي ام اهنا هي السيراميك ستركتر يعتمد على الكاينت اوف باوند ويعتمد على السايز مالاتومز ويعتمد على الفورميشن ميثو طريقة التصنيع البورستي هي المسامية اللي تأثر ايضا على الميكانيكال بروبرتيز صفحة سبعين ترك صفحة واحد وسبعين ترك وصفحة كين وسبعين ايضا ترك نجي الان الى صفحة ثلاثة وسبعين وهي خاصة بالسيراميك بروسسينك طريقة تصنيع السيراميكيات اول شي نجي على البربريشن البربريشن التحضير تحضير المادة السيراميكية الباودر والفورميشن تشكيل والسنترة اول شي طريقة البربريشن طريقة البربريشن يعني انا اخذ من الطبيعة احجار تسوي لها التحطين كراشينج جريندينج سحق وميلنق طحن سيفينج نخل وبعد ذلك قد تخلط مع مواد اخرى لطريقة البليندينج او الميكسن حتى اشكل بها اشياء اخرى نجي الان الى طريقة الثانية يعني الستيب الثاني من طريقة التصنيع هي الفورميشن التشكيل اول طريقة من التشكيل اول نوعية من التشكيل هي نيوني اكزيل باودر كومباكشن انه حصل على نماذج كثيرة وذاته نو بورسيتي يعني ماكو بيها مسامية اه هاي الطريقة هي طريقة الكمباكشن اهنانا هذا الرسم غير مطلوب يشبه الى حد بعيد اه الكمباكشن بتحضير المعادن بصفحة 67 اللي ايضا اه هنانا اكو اه بكبس ويتخلى المادة هنانا وتنكبس وتطلع المادة مالتي بطريقة الكبس يعني انا البورسيتي هنانا المسامية قلت يعني الهوى قل هايلي غرينز هايلي غرينز سوينا لها عملية كبس اقتربت واحدة من الاخرى والبورس يبدي يقل الهوى فالمادة السيراميكية تصغر كحجم تصغر الطريقة الثانية بطريقة التشكيل هي السلب كاستينج السلب كاستينج السلب معناته انه اه اه المادة اه طينية سلوري اه 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 سويلها سلب يعني انزلها بهذا الشكل بالمولد هنانا نسوي مثلا مزهرية نزلت المادة الطينية مالتي حطيتها بهذا القالب الجبسي راح تصير هنالك عملية اسمها الاكشن اوف كابلري يعني الخاصية الشعرية المادة المي الزايد يطلع احنا في الجزيئات مات الطين راح تكون على الجدار هنا تكون على الجدار والطين الزايد اللي بمي راح ابدي اسوي لدرين يعني اوقع يعني خليه يوقع فالدرين كاستينج هي هاي الطريقة حتى شكل المزهرية اللي تكون ذاته هلو هلو فارغة لكن اذا ردت مزهرية يعني اه ما بيها هلو يعني ما بيها فراغ بالوسط فراح ابقي هاي المادة وسوي لها مستمرار وراح اصل على هاي المادة فنسميها اه سولد كاستينج فاذا نوعين اكو بهاي الطريقة اه هلو اه درين كاستينج الطريقة الثالثة بالتشكيل هي التشكيل الشرائط اه تايب اه كاستينج هذي يتفيدني حتى اصنع مثلا اه المتسعات والاشياء الكهربائية الاخرى ان اجيب هاي المادة السلري الطينية او سيراميكية على شكل سلري اه سلر واخليها على ركيزة وسوي وحطها بالشفرة بليند فاصل على شكل شريط وبعد ذلك طبعا هي تكون غرين خضرة يعني بعدها بعدين اسوي لها سنترينج حتى تشكل بشكل نهائي الطريقة الرابعة هي الطريقة التشكيل هي الهوت ايزوستر هاذي الهب احنا نسميها اه شنو اه هنا اه هنا نخليها في وعاء ونصلط عليها اه ضغط وكذلك درجات حرارية عالية فتشكل المادة فمعناتها اكو تشكل هنا لنوعين رح يصير ضغط ودرجة حرارة هنا لنرجع الى الانجكشن مولدينج اللي هو الاكستروجين طريقتنا هنا هي انه نجيب البايندر ونجيب بالسيراميك والسيراميك قد يكون اكثر من النوع ونخليه الى بايندر او صوم اديتيفس وياها اه فنخليهن كلهن اه 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 بداخل اه هذا الشكل اللي احنا قبل ما اخذينا بالبوليمرات بصفحة 44 هذه الاكسترودر يعني البافقة تشبهه الى حد بعيد ماكينة الفرم اللحم فهنان المادة تفوت اهنان تبدي تختلط الى ان توصل الى هاي الداية الفتحة رح تطلع على شكل الاشرطة او الاشكال اللي انا اريدها ورا ما تطلع اسويلها عملية سنترينج وتفيده هواي بشغلات اصنع تيوبز اصنع انسوليترز وغيرها طبعا انا من اسويلها سنترينج رح تشكل شكلها النهائي هسا الطريق الستيب الرابع من عملية التشكيل التشكيل خلاص الستيب الثالث اه بعملية تصنيع السيراميكيات هو السنترينج السنترينج يعني حرارة معناتها او ضغط او مرات حرارة وضغط بنفس الوقت السنترينج تعريفة مطلوب هو التحويل المادة من سيراميك بعد اخضر يعني ميابس انتوا السولت باي هيتينج و اهناه معناته انه نقل ترانسفير للمن لماس فاهناه هذا الشكل مطلوب وستنتر تكون درجة حرارتها اكثر شيء ما بين السبعين الى التسعين بالمية من الملتينج بوينت هذا هو المطلوب هنانا Glass and Glass Ceramic هذا غير مطلوب الوراء بصفحة الأخرى اللي هي صفحة 77 أيضا غير مطلوب صفحة 78 و 79 إلى نهاية الفصل هي غير مطلوبة لتسهيل الأمر